السلام عليكم شباب معكم ديس ننجر اول جديد في هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن الرسبونج في call of duty black ops 3 وان شاء الله تستفيدوا منه اذا ما طبعا هذا الفيديو جزء من سلسة حلقات كيف تطور مستواك في call of duty ننزل فيديوين قبل تكلمت واحد عن كيف تطور ايمك بسرعة في نفس اليوم وشي الثاني اتكلمت عن سكاف كنترولر وكنترول الفريك واذا حابت تشوف الفيديوهات راح تشوف الرابط في دستوبشن تحت اضغط على واحد منهم انصحك تشوف ذلك الفيديوهات اول بعد ان تشوف هذا الفيديو فخلنبتدي معكم في شرح كيف تفهم الرسبونج في call of duty وان شاء الله نستعب يعني يمكن اطو فيه شوي بس راح اشرح كل شيء اعرفه في black ops 3 من ناحية الرسبونج فطبعا كل ما بات call of duty تنقسم الى ثلاث اقسام خط اليسار وخط اليمين وخط الوسط زي ما نشوف فا حين انا حاليا في الوسط الوسط اليمين بالضبط تكسمه الى ثلاث اقسام وقطع فوق وكذا قطعا من النص وكذا نصف الى تحت فخلن اشي راح اكون بالضبط ونصل هذا المسار اي شيء يتعلق بهذا اليسار هذا خط الجهة وهذا الجهة اليمين هذا خط اي شيء يتعلق بهذا من اول رسبونج الى اخر رسبونج وهذا الوسط طبعا انا في نصف ماب بديهيا اذا فريقك ضغطين على العدو العدو كان فعلا من C وكلهم معالذين هذه المنطقة منطقة البي بديهيا راح الرسبونج يقذب بس بشرط لازم ان يكون في لاعبين يكون يطالع الرسبونج بعينه دعونا اشرح لك مثلا احين انت قطعت واحد في هذه الزاوية هلو الخيار الاول راح يصير للسيستم مش يقول له رسبن في ذيك الزاوية يرسبن عكس دائما يرسبن عكس انت قطعت واحد هنا راح يرسبن في الوسط سوري مو يمين في الوسط يرسبن اذا ضغطوا شوي تقريبا انجالس الطالع الوسط اول شي راح يسويه السيستم يقول له وين رسبن جهة اليمين الجهة اليمين هذه ما تعتبر يمين لانه ما بشكل غير فبيرسبن وين حبيبنا يرسبن في هذه المنطقة هذه تعتبر جهة اليمين فخلنا نفترض الجهة العكس انا قطعت واحد هذا الجهة ودخلت الرسبونج اذا ما كنت شاهد من هذه الفتحة وكانت مي موجود السيارة اساسا هاد السيارة مخلينا هنا عشان نرسبن في النص اذا ضغطت شوي وطالعت كده راح يخوينا يرسب من هذا الجهة مئة بالمئة بس في نفس الوقت لو في واحد من اخوياك مغطي هذا الزاوية المحل قتلنا في الاول مثلا هذي اذا قتلت واحد اهمي واحد قتل هناك اتماتيكيا الرسبونات جميع الثلاثة موجودين في هذه الجهة راح تتسكر ويقلب الجهة الثاني فتعرف كده ان خويك راح يرسب العدو ضدك راح يرسب الجهة الثاني فخلنا نتوق معكم الجهة الثاني بالضبط انت قتلت واحد اذا انت قتلت واحد خد نظرة سريع فوق الماب على اليسار اخوياك هل هم ضاقين معك في نفس الوقت او مضاقين اذا في احد مضاقط اول شي راح يسويه السيستم انك اذا ما دخلت هذه الغرفة راح يرسبنه وين رسبنه هنا الرسبان بس انك اذا دخلت بس هذه المنطقة وخدت نظر عليها اوتوماتيكيا راح يرسبن في الغرفة اللي موجودة هناك اعرفت هذه غرفة اللي موجودة هناك اول الجهة هذيك بعد الحاجز ونفرض والعكس كأنهم ثلاث خط اماكن اذا تسكر الاول راح يروح للثاني اذا تسكر الثاني بروح للثالث اذا تسكر الثالث راح يروح للجهة الثاني اذا انت ضغط من هذا الجهة قتلت واحد بديهن هذا الرسبان راح يتسكر فراح يرسبن في الوسط اذا ضغطت من هذا الجهة وانت تحاول تقتلهم منه وخدت جمب بس اخدت جمب نظره هذا الرسبان راح يلغي مرح يرسبن لعقا بوجه وراح يرسبن جهة اليمين لانه مستحيقي يرسبن لعقا بوجه هذا اللي يحاولون انهم يساومونه. فاذا رسمن جهة اليمين في هادا المنطقة انت ضغطتها في احتيماال انه يروح هذا الجهة او يروح هذا الجهة لان هادا الجهة ان فتحت بس اذا في خوي عندك في هذا الجهة وفي خ assistants اعلم وتيقن انه راح يرسمون الجهة الثانية لو واحد او ثنين يكفون ان يدخلوا ال respawn يخربون كامل ويقلبون ال respawn في domination هذه هي طريقة ال respawn بس demolition تختلف شوي demolition يجبرك الجهة ال respawn لان فيه ما يقلب فاذا انت غطيت هذا الجهة راح يرسبنون في الوسط اذا غطيت الوسط راح يرسبنون يمين اذا غطيت وسط ويمين ويسار وكل فريقكم ضغط عليه في demolition راح يجبرهم يرسبنون جهتكم هناك الجهة الثانية ما راح يظلون مثل اجزاء القديمة في call of duty الحشر يطلع قدامك وتقضي عليه ويطلع قدامك وتقضي عليه هذا الشيء ما يصير الحين فراح يرسبنون الجهة الثانية في demolition فتقريبا رسموا ال domination نفس الشبابي بس اهم شي انك تنتبه للموب فوق اخويك وين ضغطين وفي اي رسبان مسكر فخلنا اشرح الشرح سريع بالضبط اللي اعلخص اللي قلت كامل الحين الموب كلهم ثلاث خطوط اي موب في call of duty اغلبها ثلاث خطوط وسط يمين يسار اذا غطيت اليسار راح ينفتح اليمين حقهم اذا غطيت المين راح ينفتح اليسار اذا تغطي اليسار واليمين والوسط راح يرسبنون الجهة الثانية فاللي عليك تسوي اذا دخلت رسبانهم اهم شي تشوف بالضبط من اللي معك ضغط فاي جهة و راح تعرف منوين راح يجوك اعدائك اذا فهمت هذا الشي راح يكون انك تقتل العدو الذي يدامك بنسبة اكبر من اللي يقتلك فهو يعتمد احيانا على التصال وعلى الايم بس هادي راح يكون لك افضلي لان انت عرف محل عدوك وعدوك ما يعرف محلك كون بتجي وهنا تجي فائدة الري ايم مثلا انا قتلت واحد هذا الجهة و انا ضغطت هذه الزاوية فادينا راح يرسبن فاجي بسرعة هنا واسوي بري ايم ادينا راح يجي فاول ما يطع بوم جبت على طول فخلص الموضوع سهل و بسيط فكذا تقريبا شرح الرصبان في دومينيشن في ماب كومباين اذا عندكم شباب اي ماب ثاني تابوني اشرح لكم فيه اكتب ليه في الكومنت تحت وطبعا راح يساوي فيديو ثاني انا اتكلم فيه عن انواع اللاكات انواع اتصال انواع اللاك الا في الكنترولر وانواع الشاشة وكيف تتغلب عليهم الشرح كامل بالتفصيل فانبتدي معاكم حبة حبة ان شاء الله فكذا تقريبا شباب وصلنا هذا الفيديو اعطوني رايكو في الكومنت تحت اذا فهمت شي من هذا الشرح او اغير اسطوب شرحي في الماب او عامة يعني احاول خليكم تفهمون اللي قدت بالضبط فاذا استفدت من هذا الشي لا تنسى لايك فيه بالسبسكايب ولا تنسى تعطيني الماب الثاني يتابيني اشرح لكم اياه وان شاء الله ما اقصر معكم نشوفكم مع اخر يا عيال